مساء الفل على كل مشاهدي كورا بلس سهرة أوروبية كده كل أربع ساقة إن شاء الله الساعة 12 بالليل هنتكلم في الكورة الأوروبية فقط لغير أنا وصديق العزيز عمر عبد الله منورنا الدنيا حبيبي لأ منور عين حبيبي يا عمار إحنا في فوتبول شات هنتكلم في كل حاجة ليه علاقة بأوروبا والسؤال اللي إحنا حطينه النهاردة مين يقدر يحقق لقب البريمير ريك مش مين بقى توقعات لأ مين الفرقة اللي شايفين متوقعين إنها ممكن تقدر تكمل لنهاية الموسيقى وتحديدا منتكلم في السلاسي ليفر بول منشستر سيتي تشلسي إيه عمار إيه عمار إيه الأخبار الحمد لله إيه لا بريمير ليك سخن سخنة إيه بص انت قلت ثلاث فرق بقلنا سنتين ثلاثة بنتكلم في فرقتين ليفر بول والسيتي ويبدلوا مع بعض وده يكسب وده ينزل وده ياخد شامبينز جي وده يوصل النهائي وحاجات كلا لا السنة دي دخل تشلسي اه وفرحان وبعدين دخل تشلسي جيته مستوخي لخد شامبينز جيجي السنة اللي فاتت ودخل تشلسي بشكل قوي جدا واستهام واستهام برضه عامل شغل حلو قوي مع ديفيد مايز قوي صراحة آآ أرسنال بعمل ريمونتادة مع أرتيتا اه وده غريب يعني أنا بالنسبة لي كان ناس كلها بتقول على أرتيتا يعني هو في دي بيت كبير إن أرتيتا زيه زي سولشاير وزيه زي لامبارد اللي هم موجة المدربين الشباب اللي تلعوا بس مايقدرواش يشيلوا فرق كبيرة أو ما عندهمش لسه قابلين إن هم يقدروا يعني ياخدوا آرسنال أو ياخدوا تشلسي أو ياخدوا منشستر سيتي منشستر نويتند للليفل اللي بعده والتفاهم هو بس بيلعبوا مع مجبوعة شباب وخلاص طب ما أنت برضه خد بالك احنا مش عايزين نمجد في أرتيتا أو أرتيتا لو تفتكر السنة اللي فاتت عمل بتاع 14 ماتش ولا 15 ماتش بلا هزيمة بلا هزيمة فعلا وفي الآخر برضه الدنيا ما كانتش قلطة في حي يعني في النهاية فهل هو هيقدر يعمل فريق ينافس ولا فريق يقرب بس أنا وجهة نظري إن هو أكتر شخص مناسب على سياسة آرسنال وده عكس على فكرة شيلسي ومانشستر نويتند لإن آرسنال إدارته أصلا مش عايز علاقب يعني مش بتنافس علاقب بس دي نقطة مهمة جدا يا عمارة أنت كده بتتكلم في أن النادي كله والفريق كله حصل الطموح في أنه يا دوب يوصل لشامبينز ديك فجايب مدرب على قد الطموح ده بعكس ما كنت أنت مثلا عايز تعمل مع تشيلسي أنت جايب لامبرد عشان يكبر يعني جايب مدرب بتعده ينافس غير أن أنت جايب مدرب بس جايب الظروف ما أنت هتتكلم برضه عن الظروف هو جاي لامبرد فيه في الموسي جميل بس في الآخر الهدف كان بتاعت الإدارة وبتاعت مارينة وبتاعت الناس تعال يا ابني أنت هتكبر بينا وهننافس وهناخد بطولات هو فشل خد فرصيته خد فرصيته بس اللي كان محتوط على التراويزة ايه تعال عشان ينافس اللي أنت بتقوله ده بقى معناه أن الناس جابت ارتدتها عشان مش عايزين ينافس أو لو نفست لا مهو مش مش عايزين ينافس هو ما عندوش الإمكانات من هو ينافس أيوة ماشي وصلني مركز رابع بس لو نفست خير وبركة لا يا ابني أيوة هو خير وبركة فعلا طبعا فكرة نفس سياسة بوتشتينو مع توتنهام ايه نفس الفكرة بالنسبة لأرسنل انا بقولك ان ده سياستهم ده تفكيرهم تفكيرهم كله ايه ان انا عايز ارتدت اولا مدرب شاب عندو فكر شارب من جوارديولا وعندو نفس نوعا ما استايل ارتدت اتأكد حوار شارب من جوارديولا او ما اقولك تفكير الناس وانا مالي هو الفكرة كنافئة اننا عندو نوعية اللعب اللي ارسنل بيحبها ارسنل فريق ممتع من اول ما اعرفناها في البريمير ليك هو من امتع الفرق اللي ممكن تفرج عليها تتفق بقى تختلف معها تشجحها الكواليتي نزل شوية بس على الاقل نفس عندما تتكلم عن نفس فكرة تقريبة بس في الاخر ايه ارتدت هو مش مدرب كبير هو جايب لك مدرب مشروع مشروع بقى طويل امد هبدأ بشوية لعيبة صغيرة معهم شوية عناصر خبرة واحدة واحدة بقى بنكبر طب تفتكر حظوا حلوا بالسنة دي ان منشستر بيبعد مع الاسطورة وليجونار سولشاير اوكي وانوست هام قد يكون نفس قصير فممكن يختف رابع سيبك من الثلاثة وحوش اللي فوق دول عشان دول الثلاثة وحوش بيكسروا في بعض لا هو مش هيعرف يختف رابع لان البنطة البساطة ما انت عندك لستة سيتي وعندك تطنهام مع كونتي احنا لسه نتكلم على حبيبك دلوقت وحبيب انا كمان بس يعني عندك عناصر كتير حتى الفرق ما لاش حلاقه بالمدربين انت عندك برضو الفكرة ان ارسنل الكواليتي بتاع لعيبته قليل ان مهما كده عشان كده بدأت معاك الكلام بايه مش عايزين نروح قوي مع ارتتا لان السنة اللي فاتت عمل كذا كذا وضرب برضو غطس جامع انا شايف ان الفترة دي مش عايز اقول استثناء بس هالفترة اللي بيفوق فيها ارسنل يضمن انه يعمل شوية نوش لكن في النهاية هو مش هنفس خلي بس الكلام ما ياخدناش وتعلى للتقيل